اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحدة والامداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية والسيد عميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أوجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات لاستهلاك الحالي والمستقبلية من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وقد عرض السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وتجهيزاتها الطبية بالإضافة إلى القوى البشرية من التواقم الطبية فضلا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين كما طلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية موجها سيادته بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر وشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا الصياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بسعة 400 سرير والتي ستقدم خدماتها لنحو ثلاثة ملايين نسمة وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية كما عرض السيد وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار أربع سنوات منذ انطلاقها بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص حيث نجحت في علاج مليون وثلاثمائة وسبعين ألف مريض بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيها وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلاة